استعادت الدكاكينو المنتشرة في الأحياء السكنية بعضا من ألقها بعد السماح للمواطنين بشراء حاجياتهم الأساسية سيرا على الأقدام وضمن الساعات المحددة وإغلاق المتاجر الكبرى إلا أن عدم توريد البضائع من تجار الجملة والشركات بات عقبة في وجه أصحاب تلك المحل الصغيرة سابقا كانت الملبية لكافة احتياجات المنزل الأساسية ولعلها مع التقادم أصبحت مكان تلبية احتياجات الأطفال فقط مؤخرا ظهر الفيروس المستجد وفرض معه حظر التجول وأغلقت المتاجر الكبرى وأصبحت دكان الحارة ملجأ كبار العائلة وصغارها الوحيد للحصول على حاجاتهم ضمن مواعيد محددة إلا أن في هذا آراء للباعة حول الحصول على بضائعهم فيه تحسن نوعنا فيه تحسن بس بشكل عام الناس اللي بيحاولوا يجيبهم بره بكمياتي قليلة فصار أن هذا الوضع أحسن يعني تحسن الحمد لله آه فيه شغل أفضل الحركة يعني جيدة شوية وأكثر إيش على المواد التنمونيل وعلى البيض على المعلبات على الجبن على اللبن على هذا أكثر إيشي ما فيه تجار بيجوا بيحكونا نفس الكلام أنه أنا الموظفين اللي عندي ما عندهم تصريح اللي يوصلوا لبضاعة على البقالات فإحنا بنخاطر وبنغامر بالروح بدون تصريح بالروح برضو ما بنلاقي عنده البضاعة والأصناف اللي إحنا بدنا إياها يعني من عشرين ثلاثين صنف بنلاقي عند تاجر الجملة صنفين أو ثلاث يعني سمح للبقالات صغيرة تفتح لا سمحين لو يروح يجيب بضاعة يعطوا تسريح ولا فيه مواد عند تبعين الجملة لأن المصانع مسكرة فيه أنا يعني حلقة مفرغة فيه غلط فيه مشكلة إقبال المواطنين على هذه المحال وصف بالمتباين والناس يقولون إنه ليس بها ازدحامات كثيرة وفيها ما يحتاجه المنزل وإن زاد سعر المنتج قروشا معدودا أنا ما عندي سيارة بفضل إنه أشترم البقالة تكون قريبة على المنطقة على الشكان على الحي وبعدين فيه فيش ناس فيش اكتظام عليها فيش كثافة أمن البقالة أو السوبر ماركت أفضل لأن المول بغريك بصنف صنفين ثلاث بأسعار رخيصة ولكن بتكون أسعار غالية كلها الباقي والبضاعة البقالة الصغيرة حركتها بطيئة ومش قوية زي المول فالبقالة الصغيرة بدخل واحد اثنين انطارة يعني لكن المول احنا عنا شوية فوضى فبدخلوا خمسة ستة سبعة بجوز واحد منهم وكون حامل الفيروس وينقل اللي بجنبه تجار الجملة والشركات هم المورد الأساسي للبقالات الصغيرة ومع عدم مقدرة بعضهم على توريد السلع الكثير من ثنايا الدكان خاو على عروشه ألق لربما عاد للدكاكين في أزمة فيروس كورونا وفرض حظر التجوال يقول بعض أصحابها إن الألق منقوص بنفاذ بعض أصناف ومواد أساسية تجعلهم يلجأون لممارسات تسهم في الحفاظ على استمرارية فتح أبوابهم أمام الزبائن محمد أبو عرقوب رؤيا محمد أبو عرقوب أساسي جل ما أبدأ نعم نعم